تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من أخيه الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الصباح بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح هذا نصها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله الحمد لله حمدا كثيرا والشكر له على نعمه والتي تجلت في سلامة وعودة سموكم الميمون إلى أرض الوطن سالما معافى بعد الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح والتوفيق والشفاء ويطيب لي في هذه المناسبة أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عودتكم المباركة بالسلامة إلى أرض الوطن سائل المولى عز وجل أن يديم عليكم أفور الصحة والعافية وأن يحفظكم ذخرا للكويت ورعيا للنهضة والتقدم والازدهار هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة شكر جوابية لأخيه الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الصباح ضمنها سموه رعاه الله خالص شكره على ما عبر عنها من تهان ومشاعر طيبة ودعاء صادق بمناسبة عودة سموه حفظه الله إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح مبتهلا سموه رعاه الله إلى المولى تعالى أن يحفظ الوطن الغالي وهو ينعم بالأمن والأمان والرخاء ويوفق ابنائه لخدمته والارتقاء بمساره التنموي الطموح نحو أفاق التقدم الرقي والازدهار وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية